في ختام البطولة الودية الثلاثية يلتقي المنتخب الوطني يوم غدٍ مع المنتخب الأوزباكستاني عند الساعة الخامسة على استادي عمان الدولي تحضيرات النشامة لهذه المواجهة نستعرضها في هذا التقرير مواجهة أوزباكستان اختبارٌ جديدٌ لكتيبة عدنان حمد ضمن المعسكر التدريبي الذي يقام في عمان ضمن مباريات الفيفا الودية المعسكر الذي يقام ضمن خطةٍ وضعها اتحاد الكرة مع المدرب العراقي عدنان حمد تحضيراً للمشاركة في كأس العرب التي تقام في كانون الأول من هذا العام ويسعى من خلالها النشامة لتقديم صورةٍ طيبة تمهيداً للمشاركة بتصفيات كأسيأس التي تستضيفها الصين عام الفين وثلاثة وعشرين النشامة التقوا في المباراة الأولى مع منتخب ماليزيا واستطاعوا تحقيق فوزٍ مريح برباعيةٍ نظيفة كان لعلي علوان نصيب الأسد منها بتسجيله الهاتريك لكن الجماهير الأردنية الغائبة عن المدرجات تعي تماماً أن ماليزيا ليس بذلك المنتخب القوي منتخب وزباكستان الذي سحق ماليزيا بخمسة أهداف لهدف ثاني لقاءات البطولة الودية يملك العديد من الأسماء الرنانة وهو ما يؤكد على ضرورة التحضير الجيد لهذه المواجهة النشامة يملك العديد من الأسماء اللامعة والتي يعول عليها عدنان حمد أبرزهم موسى التعمري وعلي علوان بالإضافة إلى النجمين شرارة وياسين البخيت فكيف سيظهر في هذا الاختبار؟ وهل سيقطف النشامة ثمار هذه البطولة الودية؟ ضمن مباريات بطولة غرب أسيا لكرة القدم يلتقي المنتخب الوطني الرديف نظيره السعودي عند الساعة الخمسة والنصف من مساء يوم غد الثلاثاء في السعودية وجاء تأهل المنتخب الرديف بعد فوزه يوم أمس على سوريا بخمسة أهداف للاثنين فيما تأهل المنتخب السعودي بعد فوزه على العراق بهدف دون ربط أكدت إحدى عشرة دولة مشاركتها في بطولة الأردن المفتوحة للغلف والتي ستقام على ملاعب وحة آيلا في العقبة الشهر المقبل وتعتبر هذه النسخة هي الأقوى والأكثر مشاركة في تاريخ هذه البطولة وأعلن اتحاد الجولف عبر بيان صحفي له أن عدد الفرق المشاركة قابل للزيادة خلال الأيام المقبلة حقق المنتخب الفرنسي لقب النسخة الثانية لمسابقة دور الأمم الأوروبية لكرة القدم بفوزه على منتخب إسبانيا بهدفين لهدف في المباراة النهائية المنتخب الإسباني تقدم بالنتيجة عند الدقيقة الرابعة والستين عبر اللاعب ميكيل أويرزابال في الدقيقة الرابعة والستين وبعدها بدقيقتين فقط تمكنت فرنسا من تسجيل هدف التعادل عن طريق كريم بنزما وقبل نهاية اللقاء بعشر دقائق سجل مبابي هدف الفوز ليمنح بلاده لقب البطولة اشتركوا في القناة